ما هي دي بص انت بتاخد ايه احنا قلنا الختام كان رائع او كويس جدا وان شاء الله ده يبقى ليه تبعات بقى في بداية الموسم الجديد ان احنا بنبدأ برضو بروح مختلفة بنبدأ بثقة خلي بالك ده برضو ماتش ثقة يعني مبارح الماتش اه خلي بالك بقى هو ماتش ثقة لنا في اللي جاي وكان ماتش مش حلو ابدا لسيراميكا لسبب سيراميكا كان داخل الماتشة كريم وقال لك ايه ده شباب اداء الاهل في الفترة الاخيرة مش احسن حاجة لان سيراميكا كان اداءه كويس في الاربع ماتشات الاخرانيين بتوعه مش وحشين ابدا لكن انت لما تجيب تلاعب الاهلي انت شايف ان انت بتلاعب شباب فممكن يكون فيه نوعا ما نوع من الاستهتار في النقطة التانية قالك ايه الاهلي مش كويس ومش في حالاته فانا مش ايه مش حدي للمباراة اهمية كبيرة فلما مداش المباراة اهمية كبيرة استطعنا ان احنا يعني نحصد او يعني نحرز اربع اهداف واربع اهداف جميلة جدا بالشباب بتوعنا اللي برضو بنرجع ونقول اخدوا فرصة ذهبية ولازم يحافظوا عليها يعني في اوقات كده الانسان بيجي له فرص وانت اللي بتبقى مسؤول على الفرصة دي محدش تاني انت يا اما بتنتهي هذه الفرصة بتزبط نفسك او الفرصة بتروح من قيدك وما تلومش حد بعدها صحيح الثقة مهمة جدا يا كريم من روح المعنوية حلوة وقلنا برضو او يعني امبارح انا خدت بالي من حاجة سوارش قالها في التصريحات انا في حاجات بتلفت انتباهي كده هو اتكلم ان هو كان بيقول للعيبة روحوا استمتعوا بالمباراة دي نقطة حلوة ليه لان انا من مدير الفني بتاعي يقولي روح استمتع مثلا نطلع على الهوك استاذي عابل خطيب يقولك استمتع بالحلقة فدي بتدي نوعي بتخفف الضغط من عليك خب هي ضغط يخف من عليك بشكل كبير جدا وبتدي بقى ايه انا فعلا عايزة استمتع بالمباراة وبتدي اقدي الاداء بتاعي انا اللي انا بستمتع به مش اللي انا بلعب وخايف حاجة رقلة تبقى غلط مش عارفة شقطة تبقى غلط فالمدير الفني يبقى فوق راسي كان فيه فعلا مبارح استمتع بالمباراة من اللعيبة ومن الجماهير وده الاداء الهجومي اللي احنا شفناه من النادي الاهلي اللي احنا نعرفه بقى ما هنرجع تاني احنا بتوع الاداء الهجومي احنا ما كناش بندافع يا جماعة مش لعبين ان احنا نخش مباراة ندافع مش بتاعتنا دي ما نعرفهاش فامبارح فعلا زي ما بتقال كده كان مكسب رائع جدا ختام كويس حتى لو مركز ثالث ما فيش مشكلة بس برامسينج للموسم الجديد فبإذن الله خير